خلينا يرجع لأخبارنا يمكن أول خبر زي ما عودناكم أو أخبارنا دايما هتكون في الأول هي كرة اليد كل ما نقارب من كأس العالم كل ما النشاط هيزيد كل ما الأخبار هتزيد لغاية ما ربنا يكرم إن شاء الله ويطلع كأس العالم من كرة اليد في يناير بشكل يليك باسم مصر اللي أهلي طبعا فاس في كرة اليد على أصحاب الجياد والحمد لله كل المباراة فوزنا فيها في مجموعتنا فوزنا على المعادي الشمس بورسعيد سبورتنج وأصحاب الجياد المطشين اللي فاتوا كان سبورتنج وأصحاب الجياد يتلعبوا في اسكندرية يوم الخميس والجمعة اللي فاتوا وكسبنا الحمد لله وكده احنا متصدرين المجموعة بتاعتنا حتى الآن خلينا أقول لكم إن الدوري هيقف طبعا عشان اللعيبة راح المنتخب ولكن عندنا مشكلة إن احنا نرجع من التوقف المنتخب على مطشين مهمين جدا هيبقى عندنا يوم 12 و13 مطش طلاعي الجيش 12-11 و13-11 طلاعي الجيش والزمالك مطشين من الموسم الماضي المطشات اللي احنا كسبناها دي كسبناها في الموسم الحالي إنما المطشين اللي هنرجع عليهم اللي هما طلاعي الجيش والزمالك هما المطشين استكمال الموسم اللي فات والمطشين ما عندناش أي حسابة تانية لازم الفوز إن شاء الله كلنا ثقة في فريق كرة اليد بقيادة الكابتن كابت طبعا طريق محروس